بسم الله الرحمن الرحيم أولا نبدأ أشكر قناة الهضاب على هذه الاستضافة والمرافقة لكل الفعاليات الثقافية على مستوى مدينة سطيف إذن الأيام السينمائية الدولية لسطيف في طبعتها الرابعة هذه السنة تحت شعار فيلم الغد راح يكون إن شاء الله ابتداء من يوم 26 إلى غاية 30 أكتوبر بمناسبة أولا في إطار ستينية الاستقلال وكذلك في إطار تخليد ذكرى ثورة أول نوفمبر مدينة سطيف راح تكون إن شاء الله عاصمة للسينما في خلال هذه الأربع أيام في برنامج ثاري حوالي 16 فيلم لرحين يدخلوا للمنافسة من عدة الدول أذكر منها تونس مصر فلسطين وكذلك الجزائر هذه الأفلام راح تتنفس على المراتب الثلاثة الأولى اللي هي السنبولة الذهبية السنبولة الفضية والسنبولة البرونزية أولا حفل الافتتاح اللي راح يكون إن شاء الله يوم الخميس على مستوى قاعة الدوم راح كذلك يشهد تكريم ضيوف شرف اللي راح يحلوا على مدينة سطيف واذكر منهم الفنانة القادرة بهايا رشدي كذلك الفنان القادر حسن بن زراري وكذلك الفنانة المعروف في السينما الجزائرية حسن كشاش والمنتج والمخرج أمير نباش كذلك سهيلة معلم سهيلة أولهية والفنان القادر والمخرج المعروف عند الجزائريين جعفر قاسم راح يكون حاضر معنا من خلال الفيلم اللي هو هليو بوليس اللي راح يعرض أول مرة في مدينة سطيف يوم 30 أكتوبر إن شاء الله على مستوقعة الدوم وهذه فرصة باش ندعو كل سكان مدينة سطيف وكذلك الفنانين وزوار هذه المدينة باش يحضروا العرض الشارع في لهذا الفيلم على مستوى هذه المدينة الثورية كذلك البرنامج راح يعرف وراشات تكوينية اللي هي الماستر كلاس في كثير من التخصصات اللي تعرفها السينما مثل الإخراج كتابة السيناريو الماكياج السينمائي التمثيل كذلك الإنتاج السينمائي هذه الوارشات اللي راح نشاركوا فيها كثير من الشبان على مستوى مدينة سطيف وحتى المشاركين في الأفلام راح نكونوا في هذه الوارشات ورحيني أطرهم أساتذة ومختصين في السينما مثل الأستاذ ياسين بوعزيز والمخرج السينمائي سليمان بن واري وكذلك ابن مدينة سطيف المخرج ياسين كوسيم وكذلك حسين جعفري هذه فيما يخص الوارشات عنا كذلك لجنة التحكيم اللي راح تشرف على تقييم الأعمال السينمائية اللي راح تعرض أو الأفلام القاسرة اللي راح تعرض في الطبعة الرابعة للأيام السينمائية لمدينة سطيف أذكر من لجنة التحكيم اللي تكون من الأستاذ سامير الحكيم اللي راح يكون هو ابن مدينة سطيف ورح يكون رئيس لهذه اللجنة إيمان نوال ممثلة كذلك بشير بن سالم هو مخرج سينمائي إباء الحملي اللي راح تهي مخرجة ومنتجة من دولة تونس اللي راح تكون حاضرة معنا في لجنة التحكيم وكذلك بن سعيد عيسى كذلك وهو منتج ومخرج سينمائي هذه عضا لجنة التحكيم اللي راح ينشاء الله يشرف على تقييم الأعمال اللي راح تعرض خلال هذه الأيام السينمائية ستاشم فيلم راح ينتنافس على المراتب الثلاثة الأولى بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الأفلام هذه راح أقولت فيها مثلا نعطيكم في الافتتاح راح يكون معنا فيلم فكرة ثانية من فلسطين والأبوكاليبس راح يكون كذلك فيلم قصير من مصر وبائع الظهور من تونس وسيعود من الجزائر هذه الأفلام اللي راح تنشط حفل الافتتاح هذه عينة برك من الأفلام اللي راح تعرض إن شاء الله خلال هذه الأيام أنا بدي أستغل هذه الفرصة باش من خلالكم نوجه تشكراتي للسيد رئيس الشعبي البلدي ومن خلاله كل أعضاء المجلس على الدعم والمرافقة لهذه الفعاليات الثقافية السينمائية اللي حتحت أظنها أسطيف إن شاء الله فقط نتمنى أن الجمهور يكون حاضر وهذا فضاء ثقافي سينمائي لكل سكان مدينة أسطيف وشكرا ترجمة نانسي قنقر